خليني قبل ما اطلع فاصل كان فيه لقاء بين محمد منتصر المتحدث السابق باسم تنظيم الإخوان الجماعة الإرهابية وفي مقطع فيديو متداول له في لقاء إعلامي تم إجراءه في الخارج والحقيقة يعني أنا خلصته استمعت إلى كل الحوار لكن وقفت عند نقطة مهمة جدا جدا في توسقنا لمسيرة الإخوان موضوع الاعتداء على الأقسام وعلى المراكز الشرطة وما جرى بعد تلاتين ستة كان الإخوان ما تصرفوش هذا التصرف بشكل لحظي ما خلوش قراره ما يهجموا الأقسام وأقسام الشرطة في تلاتين ستة لا ده القرار التخز قبلها بستة شهور التخز في 2011 خدوا فتوى مجلس شورى أو مشورة الجماعة إنه سموها فكرة فتوى دفع الصائل وهي إجازة القتل ولا إثم على القاتل ولا ضمان حق حماية المقرار حق حماية مقرارة الإخوان قال لك اللي أرضى من مقرارتنا يقتل ولا دم عليه من اللي قال الإخوان إمتى؟ في 2011 وكرروا وأعادوا الفتوى في 2013 في شهر يناير يناير 2013 قبل ثورة تلاتين ستة بستة شهور كاملة واخدين قرار مسبق بإنه قتل كل من يقترب من مقرارات الإخوان يا جماعة ده جزء مهم جدا لا يجب أن نغفله ونحن نوثق ونكتب تاريخ هذه الجماعة وقرائب هذه الجماعة شغال يبني الفيديو اللي وسبحة لو عندك يلا يلا الدكتور محمد كمال وآخرين فرضوا قرار المواجهة على الجماعة أو جروا الجماعة جرا إلى قرار المواجهة قال هذا الكلام صحيح؟ طبعا هذا الكلام غير صحيح للمرة وفيه مغالطة كبيرة للتاريخ يعني إذا سمع هذه الحلقة يعني إخواني من الإخوان المسلمين يعرفوا أن قرار قبل أن يكون قرار مواجهة كان فيه قرار الدفاع في يناير 2013 اللي هو ساعتها كان تحت اسم حرق المقرات حماية المقرات وأخذوا فاتوى ساعتها بدفع الصائل فالقرار أصلا كانش قرار الدكتور كمال القرار قرار قديم في هذه المساحة قرار وإحنا ساعتها الإسلاميين والإخوان في الحكم لهم يدفعوا عن مقراتهم وعن بيوتهم نعم ضد كان بيحصل حرق للمقرات كان بيحصل الشرطة بتشتبك معانا الشرطة بتشتبك معانا ضد الشرطة اللي هي المفروض بتحمي الدستور اللي هو أتى بالدكتور مورسي رئيس نعم موقف يعني سريالي آه سريالي وكان إحنا ساعتها كبير للإخوة يقولك لا إحنا مع البلطاجية إحنا مش عايزيني الشرطة عشان الشرطة دي من أوسائة الدولة فإحنا حتى هذه المساحة كانت موجودة في يناير 2013 وساعتها أخذوا من الشعب مجموعات وعشان خاطر يبقى دول المجموعات بتحمي المقرات إحنا كنت منشوف بعض الإخوة والله فوق الستين ويبكي ويبكي أنا ما أنا أنا عايزة أكون موجود أنا عايزة أشارك معاكم فالقواعد بيستمر حتى في الداخل وفي الخارج بص يا دكتور الجماعة حينما أقد هذا القرار اتخذ بشكل مؤسسي وشهوري ده جزء من مما يجب أن يكتب في كتب تاريخ خليني